السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله بنتكلموا علي اخر حاجة اللي هي الهارت فيلير تمام شو معناها الهارت فيلير الهارت فيلير معناها ببساطة ان الهارت خيرا فايلز تو برودوس اي بروبييت فنكشن تمام او او ابروبييت فنكشن ممكن يكون الفنكشن الفنكشن كيف صار للوس ممكن يكون معاش يقدر يعطي كارديك اوتبوت او ممكن يعطي حاجة نسمو فاها هاي كارديك اوتبوت هارت فيلير تمام فالهارت فيلير مش معناها القلب معاش يخدم يعني معاش يعطي دم بس ممكن حتى يعطي في دم هلبة هدي نشوفو فاها في الانيميا او لما تنقص الريزيستنت متاع الفسكيلر او الفسكيلر او الفسكيلر بشكل عام تونا نتكلموا عليها اكتر باي فلما يقول لك الهارت فيلير شن تعريفة هو عبارة ان الهارت فيلز تبروفايد ذي ابروبيت فونكشن متاعه تمام تمام هذا من ناحية اليو الهارت باي باي اه من ناحية الهارت فيلير ممكن نسمو في حاجتان يسمى الكونجيستف هارت فيلير شو معناها كونجيستف الكونجيستف ببساطة لان القلب لما معاش يخدم هذا الهارت باي هاي هذا الهارت مش يعطي هو وهو للاورطة وبعدين تمشي systemk Key spokesperson وتجي من هونيه من الانفيريور والسيبرير فينا كافا ولا لما القلب باي86 يخدم الدم يبدأ يجمع هونيه في الانفيريور والسيبرير فينا كافا ويبدأ يولي عالأورغن فتلقى مثلا الكيدني منفوخة الليفر منفوخة هيك تمام فانسمو فيه كونجيشن يعني تولييه منفوخة محتقنة تمام فهذا بايح نسمو فيك كونجيستال ولهارت فيلير يعني الأورغن صار لمك يخطر لانوخاط على خطرatte من ناحية الهارد فيلير طبعا عندك اللي هو هيكون يعتبر اي هارد ديزيز شفت اللي تكلمنا عليه من البداية من الاسكيميك هارد ديزيز من الانفاركشن من الروماتويد من الكارديمييوباثي من الكونجايتل من الامريكاردايتس كل منكم في الاخير يديروا ديفولوبمنت الهارد فيلير يعني هارد فيلير مهوش ديزيز هو هو عبارة عن الريزولت تو هارد ديزيز يعني ممكن هل بحاجات يديروا الهارد فيلير تمام تمام بكيف نعرفهم الحاجات ايا شوفوا معاي اول شي لازم تعرف المعادلة هيا احنا واخدنا في الفيسيوليه الكارديك اوتبوت يساوي شني يساوي ستروك فوليوم ضرب الهارد ريت ولا ستروك فوليوم ضرب الهارد ريت ونعرفه ان تعتمد عليه شني اول حاج تعتمد على الفرسوف كونتراكشن تمام الفرسوف كونتراكشن اولس تعتمد عن الحاجة نسموفها اللي كمية الفوليوم الفلويم اللي قاعدة في بشيمبر كبل ما دير كونتراكشن تمام والهارد ريت يعتبر اللي واحد هيكون كم تضرب بيتس بر سكنتم تمام تمام فهذا البيسلاين متاعنا في انواع لهارد فيلر تمام نقسمو فيهم لهالبة أنواع ممكن يكون أول حاجة خلني كتبوه مكي اللي هو أنواع الهارت فيليور أول واحد سهل من اسمه اسمه السيستوليك ده السيستوليك هارت فيليور شو معنى السيستوليك هارت فيليور معناها ان الهارت نعرفوها هارت كانت كونتراكت تمام خيار الهارت الهارت كانت كونتراكت باهي ما نعنى واحد تاني اسمه الدياستوليك الدياستوليك هارت فيليور خيارة هنا ان الهارت كانت ريلاكس تمام فيما الهارت كانت كونتراكت بروبرلي هدي ممكن تكون على خطر عندك فيبروز عندك انفاركشن عندك هايبرتروفي بعدان صار الاسكيمي بعدان صار الانفاركشن الدياستوليك ممكن تكون على خطر عندك الكارديكتامبونيد او غيره تمام تمام فان ابل تو ريلاكس بروبرلي او عندك الدياستول بروبرلي باهي با بعدين قسم بسم الله بعدين قسموا فالي انواع تانية ممكن الجزء الاول هو اللي ينضرب مثلا نقولوا ان نروا في حاجة اسمها ليفت سايد هارت فيليور ولا ليفت سايد هارت فيليور معناه انه يكون اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي فنتريكل هما الفيرست توفيل وهذه تصير امتلا تكون حاجة جهة الورطة او جهة اللي فنتريكل او جهة الميتر الفالف تمام تمام وعننا الرايت سايد هارت فيليور تمام نفس الشي حيكون فالرايت اتريوم ورايت فيليور فيعني اي مشكلة في اللنغ او مشكلة في الرايت فيليور او مشكلة في الرايت اتريوم حديلك رايت سايد هارت فيليور تمام تمام فهذا من ناحية هيا باهي باهي مين هو الموست كومن هل هو اللي هو اللي فت او الرايت لا دي ما يكون اللي فت علاش لانا اللي فت اكتر عرضة للسيستيميكال سيركوليشن فيكون هو الموست كومن مقارنة بالرايت تمام تمام باهي انه حاجة تانية طبعا في حاجة اسمها كرونيك وفي حاجة اسمها اكيوت هارت فيليور يعني هذا يعتمد على شنه يعتمد على التوقيت امتصار اللي يوحكوا الهارت فيليور هل هو ديفالوبت اكيوتلي او كرونيكلي باهي باه اخر حاجة منتكلموا عليها اللي هو هادهم كلهم شفتم هاما كلهم يعطوا في لو كارديك اوتبوت تمام لو كارديك اوتبوت تانية طبعا منتكلموا علي وحدة بروحة خنديرها بلو مختلف مرة واحدة اللي نسموه فاها هاي كارديك اوتبوت هارت فيليور تمام تمام كيف يصير هوا او الهاي اوتبوت هارت فيليور هذا لما يصير ببساطة انه شني الدم يدير في circulation بتاعها فاست هلبة تمام ممكن وان يصير هوا تلقاه يكون في الانيميا يعني الدم مش ساد انه يعطي للجسم كله فالقلب يبدأ يعطي في الدم يضخ فيه بسرعة 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 بشني بش يدير في compensation ل low amount of blood لكن في الاخير يصنع مش مدير compensation فالانيميا بلد شوية القلب يخدم بسرعة قوية جدا بش يوصلها لك جميعا حق الجسم لك ومش قادر فهدي انيميا حاجة تانية تخيل انت التيشيوز بها هاي هذا الهارت هو يعطي ولو نعفونا البلد فيصل فيه من ديامتر معين وريزيستنت بشين يصير البلد يعطل شوية ويمشي للتيشيو لو ما فيش ريزيستنت بكل الريزيستنت نقصت مع شفيه ريزيستنت الدم يبدأ يمشي تقول في طريق سريع فيولي للقلب التيشيو تقول انا ما لحقتش اخذت اي حاجة فيضرب من جديد تولي ما فيش ريزيستنت ما تلاحقش تولي للقلب القلب يقول ماذا ما منحقوش نعاود يعاود وما يلاحقوش كأنه مش مدير شي فمعناها لما يكون في حاجة سمفاشني لو بريفرال بسكيلر ريزيستنت تمام فهذا من ناحية الهاي كارديك اوتبوت هارت فيلير بهاي حاجات تانية ممكن يزيدوا حتى هي الهاي كارديك اوتبوت واحد منهم انسانا قلوه الحمد الله الحمد الله زي ما قلنا واحد من الأهم الحاجات ليه بريغنانسي حتى البرغنانسي تزيد على اللود في الهارت تمام ممكن تسبب الهارت فيلير آخر حاجة الهايبرثيرويدزم تمام انه تزيد النشاط بشكل عام وتزيد الميتابوليزم فالقلب يخدم معهم اكتر فدمما لو لا سهلات طبعا أنيميا قلناها من الأول وانا ببساطة تيشيو مش مصال لها شو الدم كويس يأما فيه دم شوية في الأنيميا يأما اصلا ما فيش ريزيستنت وما خلتش الدم يقعد شوية بشيخش للتيشيو اللي في اللود بريفرال البرغنانسي يزيد اللود لانا فيه انسان تاني في الوم آآ تاني حاجة عندك اللي هو الهايبرثيرويدزم تمام تمام توا منفصل لكل واحدة منهم بها هي خلنا تكلموا على الأول اللي هي السيستوليك تمام اللي هي السيستوليك هارت فيلير شو معنا السيستوليك هارت فيلير يعتبر أول حاجة ده مستكمن بناتهم كلهم هو المستكمن باي ما تلخبطش لما قلت لك المستكمن يعني تمام يعني هو المستكمن الليفت لما نتقارنه من الجهتين لكن بشكل عام الليفت آآ أو نسموه فيه سيستوليك هارت فيلير يعتبر ده مستكمن ببساطة زي ما قلت لك كنت كنتركت فمعناه سيستول تمام فحيكون عندك اللي هو سيستوليك ديسفانكشن بما انه عندك انت سيستوليك ديسفانكشن بمدعناها مدقدرش تدير في كنتراكشن تمام بم thirty dependent بمقدرش تدير في كونتراكشن فكون عندك شيني عندك اللي هو لو كارديك لان زي ما قلنا احنا اللي هو الهارت او لما درنا معادلتنا هنا وأنا نمسحتها اا اللي هي ضرب الهارت ريت قلنا عبارة عن شيني فانت هذا السستول فانت لما تنقصه معنا انت نقصت الكارديك اوتوت يعني stroke volume نقصت هيكي شا نسبب لك نقص لك الكارديك تمام تمام باهي كيف ممكن يصير الشي هو انا نقولها لك الخاصة بشكل عام السيستوليك هارت فالير يعني ما يقدرش يدير كونتراكشن معناها المصل ضعفت او ماتت شو معناها ضعفت معناها نقص البلد يعني اول واول كوز ممكن يكون اسكيميا باهي اسكيميا ترازي داخل لا احرف ممكن تكون انفاركشن تمام ممكن تكون عادي جدا مايو كاردي شو ما زال تاني ممكن يكون اليوه حيكون تمام حتى وممكن يكون يسبب اليوه يسبب تمام تمام مثلا نقوله اليوه حيكون اما تمام او عندك اليوه حيكون تمام يخش في بعد اليوه يخش في اسكيميا وكذا في الفالف ديزيز حتى ويسببه في السيستوليك ديسفنكشن بعد مدة طويلة باهي واخر حاجة عندنا اللي لو تتذكروا فيها دايليتد كارديو مايوباثي هذه اللي تكلمنا عليها وان في الكارديو ميوباثي اول واحدة مش قلنا احنا لما تكون دايليتد وغيرها فاول واحدة اللي هو دايليتد وطبعا ممكن تصير فيرال وغيرها تكلمنا عليها كثير في الكارديو ميوباثي هذا من ناحية السيستوليك فعنده ثلاثة اسباب مهمة اليوم ما اسكيميا انفركشن ممكن يكون فالف ديزيز يسبب في الشيء هذا اللي بعدها اخر حاجة اللي هو الديليتد اللي بعدها اللي هو الديسطول شو معناها اللي هو الديسطول معناها كانت ريلاكس بروبرلي ولا كانت ريلاكس فمعناها ان الفنتركل معاش يقدر يعبي كويس بالدم تمام معاش يقدر يعبي فهذا شين يسبب لك انا حاجتانا احنا في الهارت باي لو احنا تخيلنا الفنتركل العبارة عن التاصم هي كمية الدم اللي تتعبى تمام before contraction بي سي before contraction تسمو فالفنتركل تمام فانت لما يكون عندك الطاصة هيا تكون ايكي شرنكت ونرسموها هكي تمام هذا الفنتركل الشرنكت يعني بمعنى ما تقدرش تعبي للمنطقة هيا فتلقى عندك low preload يعني الكمية اللي خاشها للفت فانت هكي نقص عندك شين ينقص عندك اللي هو حيكون preload او نسمو فال end diastolic volume تمام end diastolic volume ترى نولو للمعادلة اللي الأولى مش حنا قلنا ان cardiac output يسوي stroke volume ضرب heart rate مش قلتلك stroke volume يعتمد عليه ventricular contraction ويعتمد الحاجة اسمه end diastolic volume من اسمه end يعني في نهاية diastole نهاية diastole volume volume منتع الدم يعني كمية الدم اللي كانت في الفنترقل في نهاية diastole اللي هو نفسه اسمه preload يعني انت لما يكون عندك الفنترقل shrink وما يقدرش يدير في relaxation اكيد تكون كمية الدم شوية مقارن انت بهذا اللي يقدر يدير في relaxation وغيره فهنا low preload low end diastolic volume low stroke volume low cardiac output تمام فحتى هو نفس الشي حيكون عند low cardiac output تمام تمام شنوما الاسباب متاحها ممكن هلب اسباب حتى هي للعلم يسببها ischemia يديرها ischemia بدأت مع fibrosis والinfarction يخلاش بالfibrosis الصلبة تمام اي حاجة تخش في الهارت قلناه مدام كل من restrictive cardiomyopathy لتتذكروا فيهم restrictive cardiomyopathy اي حاجة دار depositioning في الهارت منهم الamylodosis sarcoidosis او لا sarcoidosis واخر واحدة متاع الهيمو chromatosis تمام حتى الهيمو chromatosis شنو الحاجة التانية اللي يدير في restriction امس او محاضرة اللي فات تكلمنا عليهم اللي هم البرicarditis مش قلنا احنا لما البرicarditis يصير بريكاردitis بان وغير البرicarditis شنو ما زال عندك الكارديك تامبونات لما تكون الفلود متعبف البريكارديا كارديك تامبونات تمام باهي شنو ما زال في واحدة اخيرة هي باهي لما تكون الوال متاع الفنتر كل زيت هو كي ثك هذا شنسمو فيه تسمو فيه هايبرتروفي يعني الزيادة في الثكني سلبة تنقص هي نفسها تمام فهكي اخر واحدة عندنا ممكن تكون الهايبرتروفي لكن الهايبرتروفي عندها اسباب شنو ما الاسباب والله الاسباب هادهم ممكن زي ما قلت لك لما يكون فيه سيستيميك هايبرتنشن زايد وهذه دي ما نشح حفاعد لما يكون سيستيميك هايبرتنشن زايد معناها البلد او البلد اللي في الاورطة زايد معناها لما تب تطلع الدم للاورطة تزيد القوة متاعها فتخش فيها هايبرتروفي و لما تخش فيها هايبرتروفي تزيد المصل ثيكنس فتنقص الالستيسيتي فينقص الاندياستوليك فوليوم ومع الوقت الكارديك فصل لا تستطيع تعطي بلد كمية بلد كويسة للمصل الزايدة فتخش في إسكيميا وبعدها تخش فهذا كل منفستيش الهايبرتروفي نفس الشي حتى لو كان الفالف متضايقة فأورطة استينوزس وآخر حاجة اللي تكلمنا على آخر مرة الكوركتيش متاع الأورطة اللي قلنا لما يكون في الانفنت بعد القارش قبل البيتندكتس أريتروزس الأدولت بعد القارش وما فيش بيتندكتس أريتروزس وقلنا يدير في لأكسترميتي هايبرتنشن وأبر كوركتيشن وفأورطة تمام تمام فهذا كلهم الأسباب متاع الدياستوليك اللي هم من البداية عبارة عن اندكس كيميا ريستركتف كارديوميباثي بريكاردايتس كارديكتامبونيد والهايبرتروفي باهي خلي توا مفروض احنا معاش خليت مكال لفتصايد هارتفالي باه خلنا ناخده علي جنب هني لو رسمت الهارت باهي الهارت خلنا نرسموه بشكل كامل تمام هذا الاندومتريوم بعدين عندنا المايومتريوم خلنا نغلطوه شوي هذا المايومتريوم هذا المايومتريوم طبعا البناتهم المخلادي صب باندو كارديو تمام واخر حاجة اللي هي حتكون البريكارديو هادي بتعطل معي بريكارديو الله هاي احنا مش عارف عليش رسمناها كل علي بعضها لكن نرسموه خلاص اللي تعليق اللي دبر فيه تمام هذا البريكار وبعدين عندك الفيزر خلنا رسموه على السريع معانا شوقت انت تشبه الفيديو مخلوعة حسابها 40 دي وفي الأخير يطلعها خمسة دي يجري اسم هارت باي تمام خلاص هذا بشكل عام الهارت عندنا باي بناي بنضرب لفت صايد فحيكون عندي لفت صايد هارت فالير كيف بيكون عندي أول حاجة اللي هو الأورطة طبعا عنده تريبل فالف خلنا نرسموه مك يا حسن تمام تريبل فالف هذا الأورطة باي شوفوا معا كيف ممكن يصير الهارت فالير أنا بنحكي كل القصة بعدم نكتب لك سطر أول حاجة الأورطة هنا اللي طالعة خلنا نرسموه التكملة متاعها هنا باي هي مفروض فوق طالعة لكن يحسن لما يكون فيها هلبة دم زي ما قلت لك هايبر تنشن الليفت فينتركن معاش يقدر يضخ كويس للأورطة لأنه في قوة تعاكس فيه فيبدا يزيد في المايومتريوم فيخش في حاجة اسمها هايبر تروفي ومعا الوقت تزيد في الثكنس متاعها فالكورونا يفصل معاش تقدر تواكب بكمية الدم المحتاجة من المصل هادي فتخش في اسكيميا وبعد تخش في وبعدين تخش في حاجة اسمها فأول كوز الليفت سايد هارت فاليير اللي هو شني اللي هو الهايبر تنشن ويعتبر با هاي هذا رقم واحد ممكن نفسه اصلا المايو كارديوم هذا صار لانجري يعني الكورون ريفس المرات صار لمن ناروينج أو غير ممكن يصير لإسكيميا طول كإسكيميا بروحة أو او حتى لو الديليت كارديوم ويبث يتدير في نفس الشي عادي جدا أو ريستركتف ريستركتف كارديوم ميوبثي أو عندك مايو كارديوم ممكن تسبب الشي هذا فلما نسموهم ممكن يكون إسكيميا على خطر الكورون ريفس المتضيقة في الإسكيميا أو أو أي حاجة تضرب الكارديوم ميوبثي اليوم مايو كارديوم سوأ كان مايو كارديوم أو ممكن ريستركتف كارديوم ريستركتف كارديوم ميوبثي تمام ريستركتف كارديوم ميوبثي أو ما زال ثاني هذا هو أو دائليت الكارديوم ميوبثي تمام أي حاجة ضرب الميو سوأ كان ميو كارديوم ريستركتف أو دائليت كارديوم ميوبثي تمام تمام آخر حاجة ممكن تكون اللي هي من ناحية شين عندك الاورتك كوركتيشن هيا ديولوز تمام زي ما قلنا حتى لو كان اورتك كوركتيشن او حتى عندك شني مثلا عندك اورتك فالف ديزيز كلهم في الاخير هدم شني يعتبروا كأنهم هايبرتنشن يعني انت لو عندك فالف ديزيز وصير لستينوزس او الاورتة هنا مضايقة صير لكوركتيشن بيعبوا الدم في الفتفنترك اللي ماشي يخلوه يطلع كويس كأنها هايبرتنشن بالظبط فكلهم الاسباب هدم عبارة عن تمام حتى الميتر الفالف ميتر الفالف لما يكون فاستينوزس بتدير بعدين يرقب فوق لك فهذا من الناحية هادي نقدر نقوله ان اي حاجة تدير في سواء كان ممكن يكون ممكن يكون اللي هو الأخير بكل الميتر الفال تمام تمام شما زالتاني من ناحية تول تمام خلي نقص حجمها تمام خلينا تكلمة على الرايت سايد رايت سايد هارت فيلير رايت سايد هارت فيلير تعفش ممكن يكون سبب هاشوفه معي لما خلاص يصير لفالير شمعنا بيجمع الدم هنا وانا بيركب من لحاجة نسمو فيها اللنغ فيديلي حاجة نسمو فيها بولمونري هايبر تنشن كوربولموني بعدين يولي للرايت سايد ولما يولي هنا للرايت سايد الرايت فندر اللي معاش يقدر يطلع الدم لانا الدم متعبي في اللنغ ومتعبي في الفت سايد فيقعد من تراكم في الرايت سايد يدير هايبيرتروفي اتروفي بعدين دايليشن رايت أتريم كذلك فبعدين يدير في الرايت سايد في الرايت سايد اول اسبابه انه اصلا يكون انت عندك لفت سايد هارت فيل تمام هذا واحد من اسبابه ويعتبر دمست كومن تمام تمام حاجة ثانية ممكن يكون عندك حاجة تابعة لنغ زي ما قلت لك ممكن يكون عندك مثلا يكون كورونيك لنغ ديزيز بشكل عام تمام كورونيك لنغ ديزيز ممكن يكون سواء كان اه انفيزيما اه برونكايتس كوربولموني اي حاجة تدير في كونجيشن في اللنغ لنغ ديزيز بعد شي ما زالتاني ممكن يديلك رايت سايد هارت فالير ممكن يكون الفالف نفسها سواء كان ترايكاسبت فالف ترايكاسبت فالف متع الرايت أتريم او البلمونيري فالف صار فيه مستينوزيز لو صار هنا رايت أتريم بيصير لفالير لو صار له في البلمونيري رايت فالف ترايكاسبت فالف فهذا ممكن يكون فالف ديزيز حتى هو رايت سايد فالف ديزيز باشي مازالتاني ممكن يكون نفس الأول بالضبط شمعنا مايوكارديك انجوري سواء كان اسكيميا انفاركشن كارديومايوباثي انفكشن اللي هو ف نسموه فها بشكل عام مايوكارديال انجوري تمام تمام هذي مما تقريبا معاش فيه واحدة تانية يمما خمسة اونا اربعة انا كتبت اربعة اه شوفوا معاي في واحد بس سنساتان ويعتبر من كونجينة الاكترشي تذكروا فالا ما قلت ممكن يصير فيه شنطة هنا مثلا في ونسمو فيه مصد كامل اللي هو فتسبب الدم انه يجمع في لدرجة انه يخش في قبل فممكن حتى هذا واحد من الاسباب اللي ممكن يدلك قبل اللي هو الشنط تمام فهذا من ناحية من ناحية من جهة الكرونيك والاكيوت ما زال نتكلم علاهم لكن نتكلم عن حاجة اسمها الادابتف ميكانزم تمام شنو ما الادابتف ميكانزم شوفوا معاي انت خلو نكتبه عنوان الادابتف ميكانزم شوفوا معاي انت لما يكون عندك لو كارديك اوت معناه شنو هيكون عندك لو بلود برشور ولا عندنا حاجة اسمه بارو ريسبتر لو تتذكروا فعل بارو ريسبتر اللي يستقبله في الضغط ويحسوا بالضغط لما يحسوا ان البلود برشور نازل لو بلود برشور يمشوا يزيدوا في شنو ينكريس CVC اكتيفتي اللي كارديو السيمباثاتيك اللي هو بيزيد لك الهارت ريت وبيزيد لك الفازو كونستركشن فهكي انت زيت شنو بلود برشور باك تو نورمال مش باك تو نورمال تو نورمال لكن هكي مين اللي باهي طبعا الهارت ريت وما تقدر تزيد حتى التراجة تمام فهذا هو با شنو الحاجات التانية اللي ممكن تصير انت لما نقص الكارديوك اوتبوت معناه نقص لك حاجة اسمه بيرفيوشن شمعناها بيرفيوشن بيرفيوشن معناها سرايان الدم خلال بلود فيصل لكن اهم واحد عندي اسمه الرينال بيرفيوشن الرينال بي هذا لما ينقص الدم نعرف احنا شنو بيسبب اكتيفاشن لبيتا وان اللي بيديلك ريليس لبني للرينين ونعرف ان الرينين بيكتف مني رينين انجو تنشن سيستم ولا رينين انجو تنشن سيستم الرأس رينين انجو تنشن سيستم شم بيسبب لك انكريس في الالدستيرون انجو تنشن اثنين وهذا مزوز شم بيديرو لك فازو وانكريس في الصوت ووتر رينشن فهكي انت رديت كمية الدم volume of blood او 6 تمام فهذا من ناحية الادابتف ميكانيزم متاعنا يعتبر سهلة جدا اخر واحدة من الادابتف ميكانيزم هو هذا الاول في واحدة لو تتذكروا فاخدنا في الكارديو في الفيسيو اسمها فرانك ستارلينج هي مش اخ ماخدناش كادابتف ميكانيزم اخدناها كحاجة تبع الفيسيولوجي متاع الهارت مش قولنا احنا عندنا علاقة طردية مع الدستنشن او كمية stretch للوول متاع المايوكارديوم ومع الكنتراكشن لانا القلب نوعا ما زي الياستيك كل ما تدير السترتش كويس كل ما يرد بكنتراكشن احسن طبعا لكمية معينة لو فتت stretch هذا ممكن يصير لاشني ربتشر وتخش في complication فانت تمام لما زدت volume of blood تخلدي راكي لما زدت volume of blood معنى شم بتزيد انت بتزيد stretch ولما بتزيد stretch كأنها يستيك معنى الكنتراكشن هيزيد شني هيزيد فانكريس الفورس اللي هو اسمه التاني شني اسمه stroke volume اللي هو نفسه stroke volume ضارب heart rate يساوي cardiac output فانت زدت stroke volume معنى انت زدت الكارديك معنى انت تدير في compensation فهذا الفرانك ستر تمام تمام حاجة تاني اللي هي structural changes انت تبي cardiac output اكتر ولا بتدير لي ventricular hypertrophy مع ان زي ما قلت لك صح ventricular hypertrophy في البداية هيزيد لك cardiac output لكن مع الوقت بيخش لك في ischemia و infarction يعني حتى الميكانيزم ممكن تخشك في heart failure تمام تمام فهذا من ناحية شني من ناحية من ناحية ال compensatory mechanism لان في حاجة نسمو فهد decompensation شمال decompensation decompensation معناه انت الحاجات اللي درتها باش تعوض او انك تصلح ال heart failure بيولوا عليك زي ميني زي ما قلت لك ان left ventricle تمام لما بيصير اللي هو هيكون adaptation تمام شين يصير اللي يمتع الفرانك ستارلين ببساطة انه لما يكون عندك هايبرتروفي تمام فحيكون اول حاجة شين عندك هايبرتروفي وخلينا مع هايبرتروفي بروح تلو نتكلم مع فرانك ستارلين لما يصير هلبة شو ممكن يسبب لك يصير لك حاجة اسمه فيسبب لك في فتخيل انت اللي تساعد فيك الفرانك ستارلين ممكن تولي عليك الهايبرتروفي ممكن تخشك في اسكيميا و انفاركشن فحتى هي ولت عليك تمام تمام علاش اسكيميا و انفاركشن لان بور بلد ستلاي با الانكريس اللي في الهارتريت اللي صار عن طريق الكمبنساتري ميكانزم هادي الزيادة في الهارتريت شين يسبب لك كارديك فتيق القلب بيبدأ يطعب اكتر فبيولي عليك تمام هدو حاجات صح في البداية خدمت معاك لكن في الاخير بيولوا عليك بالناحية تانية خلاص طو تكلمنا عليهم هدو كل تمام نتكلم علي شوية كلينيك الفيتشر شو ما يكلينيك الفيتشر اول حاجة لدي لفت سايد شو ممكن يكون لفت متاع انت لما يجيك واحد ب صايد هارت فيرير شو هت يلق في اول حاجة لفت سايد لازم تعرف شين يدير بيخلي الدم يصير الاخوميليشن وين يمشي يمشي للنغ فاهم شي انني بيك تعرف اللفت سايد لفت متاع عليه علاقة بحاجة اسمه البول مونري كون جس شن يعني احتقال وين في الرياتين فاول حاجة تلقى دهش ما يقدرش يتنفس كويس فعنده دزنيا تمام تلقى عنده شين عنده دزنيا ما غير الدزنيا شين هتلقى عنده ديما كأنه تحس بالبول مونري كون يعني الرياتين محتقنات كأنه بيغرق ففي حاجة نسمو فها شين نسمو فها بي ان دي باركسزومة النكتورنيا لديزنيا هذا شين لما بيرقد المريض حيكون لين فلات ولا بيرقد فيحس راحة كأنه غارق تمام ديزنيا شين ما زالتاني اخر حاجة من غارة ديزنيا ومن غارة الباركسزومة النكتورنيا لديزنيا لما يبيرقد في حاجة لو تتذكروا فاسم هارت فالير هادي كيف تصير مش قلنا احنا لما يصير بولمونري كونجشن اول حاجة الالفيلاي كابيلر يمعبي دم بعدين يصير رابتشر بعدين الهيموسادرين فالماكروفاج اللي فاهموسادرين نسمو فاها هارت فالير سل علاش لانه هي كلو تعتبر كلو للهارت فالير تمام فتلقى هارت فالير سل هذا اول واحد على خطر مني على خطر بلمونري كونجشن في حاجة تانية من لو كاردي شنو ما اللي حتلقاها مادم فاول حاجة حتلقاها تلقى ملتي اورغن فالير تانية حاجة اصلا تلقى عندك نسمو فاها تمام على خطر مني الكدني فتلقى رينين انجيتنشن سيستم يخدم فتلقى عندك لانه زي ما نعفو الكاردي كاردي 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 بدأت رين البرفوشن زي ما تكلمنا عليه تمام تمام ففي رسم هي او صورة لواحد من الناس المرضى بالليفت سايد وين هو تلقى كيشاد زي الدم بالصراحة جزيك رواية فاول حاجة نشوف كيف تلقاه الحاجة معبية مية لأنه معبية دم لأنه في هارت فالير سيل باي كنفيوشن أورثوبنيا تاكيكارديا عن خطر الهارت فالير كومبنساتوري ميكانيزم إنه لما بيدير أي تلقى عنده دهشة سيانوزس لأنه مش واصل الدم كويس لو برفيوجين وفتيك تاعب الراجل المسكين هو أصلع من دريش أصلع من لكن علمو من الراجل أصلع تقريبا في واحدة ثانية هارت فالير سيل شفت هارت فالير سيل عبارة ماكروفاج كونتين اللي والهي مصدرين وواحدة كونجست الفلور كابلري هدي الفلور كابلري معبي دم باهي باهي خلاص توم نشوف الكاركتريستيك متاع الرايت سايد هارت فالير تمام شنم الكاركتريستيك متاع الرايت سايد اللي لما يجيك بهم تتعرف أنه عنده رايت سايد كليني كال باي شنم أول حاجة لازم تعرف احنا مش عنا سوبرير فينا كافا و انفري فينا كافا احنا عنا حاجة اسم الجاغولر فين ولا لما يرد عليه براشر هيكون عندك زيادة في الجاغولر فينس براشر وهذا مهم جدا فهذا اللي تعرف به لما يكون عندك زيادة في الجاغولر فينس براشر اعرف ان منخدم شو راد دم فوق رقم واحد حاجة تانية وين بيرد لك تاني بيرد لك في المولتي أورجن هادي فتلقا منفخات فشن تلقى هيباتو يعني كد الليفر سبلينو سبلين ميقالي منفخات تمام تلقا منفخات و طبعا نلقو في زي ما نعرف هنا في حاجة سمش فساهلة جدا ما فيش منسهل منها شن حتلقى نراجعهم تلقى عندك هباتو سبلينو ميقالي تلقى عندك آخر حاجة تمام كي تمام طبعا حتلا علاقة بالكورب الميناي تمام تمام شن ما زال لنا تاني تقريبا هذا هو احنا هكي نكون تمام هادي نفس المنفس تشي اللي تكلم عليها يكون عندها سيتس طبعا خضر زيادة في سبلين والليفر وكيف اصلا مع بيات زي على خطر متجمع الدم فيهم لانه زي ما نعرف احنا ان يعطي للانجولا فلو اللانج صار لكون او صار لدزيز معين يمنع ان الدم يمشي من للانجولا كويس فيصير لهذه بعد الهيبرتروفي بعد الهيبرتروفي اسكيميا بعد الاسكيميا انفاركشن بعد الانفاركشن ويرقب الرايت اثريوم بعد ان يمشي تجمع الدم فوق فتلك فوق زياد لط ماشي للأورغنوم نفس الشي زي ما قلنا تمام هذا الفرق بين او ان الاسباب متاع رايت سايد وليفت سايد ممكن كون بالمنري كونجيشن زي ما قلنا هذا المنفستيشن تعاسف تلقي عندك بالمنري ديمة بركسزوم النكتورني لديزني زي ما قلنا كف روتي سبيوتهم هذا على خطر الهارد فاليير و اكسجين على خطر انه ما عبي كونجيشن فتلقى عندك زي ما قلنا ينقص البرفوشن فتلقى عندك حتى الرأس زايد هذا تلقى اللي هو هيكون كونجيشن لانه تلقى متعبيات في فتلقى عندك ومعها حتى تلقى 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 عندك اديمة بشكل عام والصايتوس وزيادة في قلنا هذا كله نطمق البرفوشن نفس الشي خلاص تقريبا يكي تمانا خلاص يكي تمانا الكارديك على خير كل الحمد لله ما خلناش شي ورانا مخش في الفاسكلر ان شاء الله يوم الثلاث تمام ناخد راحة بسيطة ومش ناخد عنالي حلاخد راحة بسيطة ان شاء الله نبدأ الفاسكلر كيف سيأخذ مني هو لو من قسم كوي سوى لو سيأخذ احداش ولا عشرة 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 عشرين ثلاثين بيأخذ معي اربعة خمسة محاضرات يعني خمسة ساعات ان شاء الله بيكتير مفقين السلام عليكم ورحمة الله